في البداية طبعاً هيكون معنا خبر طبعاً لقاء السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع دكتور أشرف صبح الحقيقة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه المسئولية أو منذ أول يوم لتوليه المسئولية وهو يولي عناية كبيرة جداً للرياضة ورياضين والحقيقة شفنا ده على مدار سنين طويلة من لقاءات وتكريم يمكن السيد الرئيس آبل أبطنة زي محمد إيهاب وصارة سمير وهدايا ملاك قبل الأولمبيات اللي فاتت وبعدها أبطنة شرف ومصر كلها وقدروا أنهم يحققوا ثلاث برونزيات في أولمبيات البرازيل والتكريم لأبطنة موقفش عند الحتة دي بس كرم أبطال البحر الأبض المتوسط صيف 2018 ومنتخب الكرة بعد جسوله الكأس العالم بروسيا 2018 وأبطال دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب 2019 والمنتخب الأولمبي بعد فوزه بتصفيات أفريقيا المؤهلة للأولمبيات وأيضا منتخب ناشئ اليد اللي حصل على كأس العالم طبعا زي ما احنا شايفين الموضوع ما كانش مقتصر بس على كرة القدم كان على كل الرياضيين وكل الألعاب سواء أولمبية أو غير أولمبية جماعية فردية الحقيقة السيد الرئيس أول اهتمام شديد بالرياضة حتى على مستوى ممارسة الرياضة كشعب الحقيقة السيد الرئيس منذ توليه اليوم الأول الحقيقة وهذا الأمر نلمسه جيدا خلينا أقول لحضراتكم كمان أنه السيد الرئيس تابع بنفسه استعدادات كأس العالم القادم واكتمع السيد الرئيس عبدالتح سيسي اليوم يعني هذا الأسبوع مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب ورياضة واللواء محمد أمين مشتشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الاستعدادات النهائية لتنظيم بطولة كأس العالم بكرة اليد للرجال والمقرر أن تصدفها مصر في يناير 2021 وقد وجه السيد الرئيس بتوفير جميع الإمكانيات لنجاح البطولة ولتكون بمثابة احتفالية رياضية عالمية على الأرض مصر وأضخم حدث رياضي على مستوى العالم يتم تنظيمه بحضور جماهيري منذ بدء جائحة كورونا وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد وزير الشباب والرياضة استعرض مختلف جوانب الاستعدادات الجارية على مستوى اللجنة العليا المعنية بالإشراف على تنظيم كأس العالم بكرة اليد بما فيها جهود رفع كافية البنية التحتية الرياضية التي ستشملها البطولة مشيرة لأن البطولة ستشهد مشاركة 32 دولة خلينا أقول لحضراتكم من قبل كده كان بيبقى 24 السنة دي 32 دولة وده يبقى آخر كأس عالم بكرة اليد تستضيف دولة واحدة لأن بعد كده عشان الفرقة تتبقى 32 هيبقى هتستضيف دولتين فالحقيقة يعني شرف كبير جدا لمصر وإحنا قدها إن شاء الله وإقامة أيضا 108 مباراة في أربع صالات مختلفة بثلاث محافظات بالإضافة إلى توفير عشر صالات رياضية أخرى لاستضافة تدريبات المنتخبات كما سيتم اختيار ما يقرب من 1100 متطوع من أفضل العناصر الشابة للمشاركة في تسيير البطولة خلينا أقول لكم حضراتكم أن من حوالي أسبوع تقدم 6000 متطوع لهذه البطولة خلينا الرقم يعني ده اندلفة بدل أن الشباب واعي والشباب عايش يشارك في هذا الحدث حاجة جميلة لما نلاقي الناس كلها تلتف على حدث زي ده إن شاء الله المصرين قادرين على إنجاحه مع وضع برنامج تدريبي للمتطوعين حول التعامل مع الفرق والوفود ومبادئ الإسعافات الأولية وذلك المساهمة في إخراج البطولة بأفضل صورة مشرفة